اشتركوا في القناة في برج الدلو ورح ينتقل لبرج الحوت وبرضو اليوم عنا انتقال الزهرة اللي رح تنتقل من برج الحوت لبرج الحمل القمر الآن موجود في برج الدلو له موعد بث الحلقة له مساء يوم الأحد موجود الآن في منزلة سعد الأخب يا منزل الحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود فيها لمدة ساعة ونص تقريبا من بث الحلقة يعني لغاية الساعة 3 و24 دقيقة من عصر اليوم الأحد لا ينتقل بعديها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود فيها المنزلة لغاية الساعة 11 و43 دقيقة من ظهر اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر القمر الآن موجود في برج الدلو عشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح من الشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقاصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا طبعا عندنا أول زاوية هي زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم 22 بتبدأ وبتستمر لغاية يوم 23-22 ذروتها يوم 21-22 راح تكون الساعة 10-21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز وهذا الشيء بيصعب علينا إيجاد حل لبعض المسائل كما أنه تخلينا عصبيي المزاج ومنرتكب الأخطاء وممكن أننا نتهور أيضا وهاي الفترة تعتبر فترة غير صالحة للشركات ولا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 21-22 بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وبرضو هاي تأثيراتها لليوم آخر يوم لإلها وعند حدوث هذا الاتصال دائما منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي برضو تأثيراتها لغاية يوم 21-22 بتخلق مصاعب عرقي اللي بتحتاج منا أن نبذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهي تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر التأثيرات لغاية ساعات الظهر تقريبا من واجه مصاعب وعرقي اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ثنتين صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة أربعة وخمسة وخمسين دقيقها صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحود خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعد ما ينتهي خلو المسار الساعة أربعة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبصير في برج الحوت عشان هيك من ساعات الصباح بتلعب الناحية الروحية دور بارز في حياتنا نشعر شوي بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر منكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير أيضا من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور واقتناء آل التصوير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاغتران الإيجابية اللي بين القمر وبين الشمس اللي راح تكون الساعة سبعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيش ومعنى اقتران يعني بداية ولادة الحلال أو بداية الشهر الجديد بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ونتبقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزوايا كلها بصير عنا الحدث اللي ذكرناه في البداية اللي هو انتقال الزهرة لا برج الحمل طبعا راح تنتقل الزهرة في ساعات صباح اليوم الاثنين يعني الساعة سبعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتنتقل لبرج الحمل ورح تمكث في برج الحمل لغاية يوم ستة عشر ثلاثة حتى تمام الساعة عشرة واربع وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش طبعا خلال هاي الفترة المذكورة اللي هي ما بين اليوم اللي هو عشرين ولغاية يوم ستة عشر ثلاث بيشعروا موليد برج الحمل بتحسن بيظهر على مظهرهم الخارجي وبقوة العاطف أي ضن وتجاوب أحباهم معهم منهم أشخاص ممكن يبدأوا فيه علاقة عاطفية جديدة أو يعززوا العلاقة القائمة حتى يعني إذا كان راضي عنها أساسا بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج النارية الأخرى الأسد القوس والهوائية الجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج الحمل طبعا التفاصيل كاملة عن الانتقال وتأثيراته على جميع الأبراج وإيش اللي ممكن تستثمره عشان تستفيده منه من هذا الانتقال موجود صار على القناة بحلقة خاصة في الأخبار الفلكية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات الصباح وما بعد عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية هرمون الأندروفين وهرمون الميتالونين الأندروفين هو الهرمون المسكن للآلام عشان هيك بالفترة هاي منشعر بالآلام أكثر من الشيء الطبيعي والميتالونين هو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك بصير فيه أرق أو رغبة للسهر أكثر في هاي الفترة طبعا هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح برضو هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ومن ساعات الصباح بعد اللي هي وضعية الاقتران للقمر والشمس بيصير يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت أو رح ينتقل لبرج الحوت في ساعات الصباح خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة اثنين وعشرين اثنين بيبدأ في تمام الساعة أربعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثلاث عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة أربعة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بيصير عمره ثلاثين يوم نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الدلو بدو ينتقل للحوت ورح يظل في الحوت حتى يوم اثنان وعشرين اثنين منتحس الآن بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في الدلو حتى يوم اثنين ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم طبعا في الحوت وبدأت انتقل للحمل ورح تظل في الحمل لغاية يوم 16-3 منتحس الآن بنسبة 5% في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أرى نصف الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح القمر بدأ يقترب من بيت المتاعب يعني بدأ في ضغط تشعر بالضغط أو الإرهاب أو الاكتئاب أو الملل أو عدم الرغبة بإنجاز كثير من الأمور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل في فرص للنشاط الاجتماعي ولقاء الأصدقاء والتحاور أو أنه ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور مناسبة أو حفلة أو لقاء ولكن مزاجكم متعكر فهذا الشيء ممكن يخليكم تنتقدوا أو تكونوا لاذعين بالكلام أثناء التعامل مع الغير فبتكونوا تضبطوا عصابكم أما في ساعات الصباح القمر بوصل لبيت المتاعب اللي هو لبرج الحوت فبتبدأوا تشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم مش أنكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتخلدوا للراحة يعني حاولوا أنكوا تعملوا بشكل روتيني ما تحاولوا تبدأوا بأي عمل جديد وما ترهنوا على الحضوض أبدا وما تحسموا أمر الفترة هاي خلال اليومين القادمات بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب أهم شيء أنكوا تتوقعوا أن يكون فيه نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو الخسارة حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل من الآن لغاية ساعات الصباح وخلي التركيز على علاقاتكم مع المسؤولين طيبة وحاولوا أنكوا ما تجازفوا ما تغامروا ما تدخلوا بأي شيء ممكن أنه يشوه سمعتكم لأن القمر مازال موجود في بيت السمعة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم أطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف خلال هذا اليوم رح يكون مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنه ما تبقوا وحيدين أخرجوا للقاء الناس برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا القمر مازال موجود في البيت التاسع لغاية ساعات الصباح فعشان هيك التركيز كله بيكون على الاتصالات والحركة والنشاط ولكن اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد واللي عنده سفر يعني بقرابة ساعات الصباح بده يتفقد أمتعته ويكون قبل موعد السفر بفترة موجود على أساس أنه ممكن يصير بعض التعطيلات أما من ساعات الصباح بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وبتصير فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أن تقدموا أفضل ما عندكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية المطلوب منكم أن تكونوا على قدر المسئولية يعني فترة فيها بعض الصعوبة بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن لغاية ساعات الصباح التركيز كله بضل على الأمور المالية المشتركة ممكن تتفحصوا حساب أو فواتير أو دفعات أو أموال مشتركة ممكن أموال الزوج أهم شيء أنكم تمنعوا عن أي خطوة مالية جديدة وانتبهوا من المحتالين وما تكفلوا أي شخص بهاي الساعة أما من ساعات الصباح وما بعد فبتصير الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيعملوا اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو التعامل مع الأجانب بتنجحوا بالسفر بالاتصالات البعيدة بترغبوا بالتفاهم مع أحبائكم أهم شيء أنكم لا ترتجلوا أي عمل وما تستخفوا بالواجبات لأن الأضوار ستكون مسلطة عليكم بدكم تكونوا جاهزين لتحمل المسئولية وتعتبر هذه فترة مهمة جدا وفيها كثير من الإيجابيات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بيظل التركيز على أمور الشراك القمر ما زال موجود مقابلكم وطاقتكم ما زالت ضعيفة فعشان هيك بيظل اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة أو علاقتكم مع الأزواج ولكن حاولوا أنكم تبعدوا عن المشاكل والمشاحنات لأنه أنت الحلقة الأضغط أما من ساعات الصباح فهنا التركيز كله بيصير على الوضع المالي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتصير بحاجة للرعاية حاضروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنتوا الآن بحاجة لاستشار الذوي الخبرة ممكن تعلجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية أهم إشي إنكم ما تتذمروا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر الآن صار بمراحل مقابلة فعشان هيك وصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ولا تبادروا لأي عمل جديد وانتبهوا لغداءكم وراحتكم صحتكم برضو وفي نفس اللحظة حاولوا إنكم تضبطوا أعصابكم أما في ساعات الصباح القمر بيصير مقابلكم تماما فبتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم يعنيهم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة ولكن تعتبر فترة طاقتكم فيها ضعيفة عشان هيك اليوم ممكن أي عصبية يتعرضك لمواجهة قانونية أو مواجهة عاطفية فبحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وحذروا من المشاكل على أنواعها برج الميزان بتظل العاطف قوية عندكم وبتميلوا للتقارب مع حباكم والتجاوب معهم بلقاء عاطفي مناسبة ترفيه تغيير جو اتصالات حتى علاقاتكم مع أبنائكم بظل فيها نوع من أنواع التركيز الأجواء جيدة ودعم لإلكم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم تعتبر فترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ولكن ممكن بعض موليد برج الميزان يشتكوا من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط لا تأجلوا عملكم لا تضيعوا الوقت راعوا ظروفكم الصحية اطلبوا مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة تعتبر فترة مهمة جدا فعشان هيك بتكونوا يهتموا بسلامتكم الجسدية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكونوا تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم فرح يكون لكم بعض الاهتمامات اللي إلها علاقها بالبيت بالعائلة صيانة ترتيب تصليح أشياء من هذا القبيل ولكن ابعدوا عن المشاكل العائلية من ساعات الصباح تدخل فترة ممتازة جدا بفترة إيجابية بتبعث على البهجة على الإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني برضو حاول أنك يعني تبكر أو تبكر أو تكون يعني تصحى بكير لنشاطاتك وعدم التلكه حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل لأنه ممكن اليوم تنطلق بمشروع جديدة وتتلقى إيجابة أو إشارة مهمة يعني بمعنى آخر اليوم الحظ لجانبك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا النشاط كله بالاتصالات بالحركة بالامتحانات بالتقديم الطلبات بالحوار بالنقاش يعني الأجواء ما زالت ممتازة لغاية ساعات الصباح ولكن كل ما اقتربنا على خلوة المسار اللي بده يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة في الشوارع المفتوحة أما من ساعات الصباح وما بعد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وأيضا بإمكانكم تعززوا الروابط العائلية لطف الأجواء تفاديا للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحضوظ بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل في بعض الوقت لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم ولكن كل ما اقتربنا على ساعات الصباح اتجنبوا شراء أي حاجي ثمينة وخففوا من النفقات قدر الإمكان أما من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة بتعزز العلاقة مع الإخوة مع الجيران وتعتبر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا في طرح موضوع حساس وممكن تقدموا على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود عندكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بظل النشاط مسيطر عليكم وبظل طاقتكم ممتازة وعندكم رغبة لكثير من الأمور خلال هذا اليوم مع هيك كل ما اقتربنا لساعات الصباح لا تبادروا لعمل جديد بل وصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أما من ساعات الصباح بعد ما ينتهي خلو المسار وينتقل القمر لبرج الحوت هنا تبدأ فترة ممتازة لتحصلوا من خلالها على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن هذا المال يجي من عمل إضافي أو منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة حاولوا أنكم تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعكم المال ابتستعيدوا الثقة بنفسكم ولكن بتكونوا حذرين من المبالغة بمصاريفكم وعطاءاتكم ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود الآن موعد بث الحلقة في بيت متاعبكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم وتظل هيك النفسية تعباني ما في ضجر في عدم رغب الإنجاز بعض الأمور أهم إشي تضبط عصابكم وما تبدأوا في شيء جديد أما من ساعات الصباح القمر خلاص بدو ينتقل ويوصل عندكم فهنا بتبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع وبتعززوا معنوياتكم من جديد وبتتحمسوا للمبادرة ولا يدخل تعديلات على حياتكم هي بداية فترة حافلة بالنشاطات تنتظرك اليوم مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة وتعتبر فترة من أفضل أيام الشهر فلازم تستغلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء